قال قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أن جيش يقاتل بسند قوي من الشعب مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم قوات الدعم السريع جاء ذلك خلال زيارة للبرهان إلى الفرقة التاسعة عشرة بالولاية الشمالية وأكد البرهان أن القوات المسلحة تخوض مع بكة الكرامة ويقاتل معها كل الشعب السوداني ودلل على ذلك بالتفاف مواطني المنطقة حول الفرقة التاسعة عشرة مشات والذين يمثلون كل السودان وأوضح أن بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل دعما للميليشيا المتمردة لكن الجيش يقاتل باسم سودان بسند قوي من الشعب كله ولا وجود لأي تنظيمات وإنما الولاء للوطن وحده ترجمة نانسي قن profile